طبعا انت اكيد سمعت ان المباراة بتاعت برشلونة ومانشستر يونيتي دي هربانة من دوري ابطال اوروبا وده طبيعي جدا بالنسبة لحجم الفرقين اساسا في اوروبا ولكن المباراة دي فعلا كانت هربانة من دوري ابطال اوروبا بسبب حجم الافكار اللي قدمها تشافيو تنهاج في الملعب وكأنك بتتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا من قطر الافكار التكتيكية اللي كانت موجودة اعمل بس سبسكرايب الاول كده خلاص فضلنا 101 ونكمل 10,000 ومش هتكمل غير بيك انت رقم 2 هتقهوتك واسحة معايا ويلا بينا هنبدأ بأفكار تنهاج واللي كان عنده فكرة واضحة جدا اثناء بناء اللعبة كانت فعلا محترمة جدا منه تنهاج كان فاهم ان تشافيا انزل يضغط عالي لان اسلوب تشافيا والضغط العالي بنظام التوجيه يعني انا بوجهك انك تمرر في حتة معينة انا عامل فيها كسافة عددية عشان اخد منك الكرة في مناطق متقدمة من الملعب طيب تنهاج عملي بقى تنهاج عمل تمركز متقدم جدا لعدد معين من اللعبة زي ما انت شايف عندك فريد هنا قدام مع ويج هورستو معه برونو معه سانشو معه راشفورد في التلت الاوسط فوق دفاع برشلونة وده عشان ايه؟ ده عشان يخف حدة الضغط اللي بيعملها تشافي في التلت الاخير فعندك مثلا ديونجي هنا موجود وراء مع الخط الخلفي عشان يعمل زيادة عددية مع الخماسي اللي موجود ده وبالتالي هنا برشلونة يخف حدة الضغط ده اولا تاني حاجة يسيب مساحات كتير قوي ما بين الخطوط نتيجة ان يونيتد اصلا عامل فرق ما بين الخطوط زي ما انت شايف فيونيتد يقدر ينقل الكورة براحته ما بين خطوط برشلونة وقدر يلعب في المساحات دي ادي مثلا فارانس تلم عادي هيلعب لبرونو اللي شالت جوردي قلبة اتحرك فريد ما بين الخطوط في ضهر بدري اتحرك راشفورد وسانشو خدوا معهم اراخو وكوندي ففرغوا المساحة بتاعت اللعب بتاعت فريد فريد هنا قدر يمرر لويج هورست بعد ما اولونسو غير وضعه الجسدي وبالتالي هنا اتحرك لويج هورست من الجانب الاعمى منشيستر راح للتلت الاخير وراح بفرصة طيب تعال انشوف دي كانت فكرة اصلا في مرحلة بناء اللعب بالنسبة لتنهاج ولا حصلت مرة واحدة يعني ضربة المرمة دايما بالنسبة لتنهاج ما كانش بيلعبها دخية كان بيلعبها لوك شو ودايما كان بيلعبها بشكل قصير فكان بيتجمع لوك شو ودخية وفاران مقوقف تفوق عددي 3 على 2 امام جافي وليفاندوفسكي خط الضغط الاول طيب هنا عندك بدري كان بيرايب كازيميرو في العمق هنا عندك الخماسي اللي قلتلك عليه الموجود في التلت الاوسط اللي شادت دي يونج وفرانك كيسي لورا فبالتالي فرانك كيسي وليونج مش خطوط ضغط دلوقتي ده هم مرأبين لفريد ويج هورست في عمق الملعب وبالتالي هنا فيه مساحة كبيرة اوي ما بين خطوط برشلونة يقدر اي لعب من منشستر ينزل يستلم من خلالها وفي نفس الوقت يقدر لوك شو يطلع من خلالها لانه موقف تفوق عددي في البداية 3 على 2 عندك ملسية هنا على الخط تعال نشوف هيعمل ايه معرفينيا والناحية التانية عندك جوردي ألبا متشد في الضغط عنده عند فان بيساقة تنهاج ليه الفضل في تطور ديخية في اللعب بقدمه وبناء اللعبة من الخلف ديخية ما كانش بيقدر يعمل الكلام ده خالص قبل كده فران اتحرك في دهر خط الاول بتاع برشلونة اللي بيضغط فيقدر هنا يستلم من ديخية تمرير عمودية يطلع لك شو هنا في المساحة كلاعب حر هنا كتفوق عددي ومركزي في البداية خالص عندك جوردي ألبا مشدود ناحية فان بيساقة هنا مين اللي تفرغ اللي عليه الدائرة خضرة ده ده برونو فرنانز اللي كان بيلعب جناح يمين هنا دلوقتي لعب حر وهنشوف إيه اللي هيحصل طيب رافينيا هنا ما يقدرش يضغط على لوك شو لأن ملاس يبدأ يشد الخط ويتقدم عمودية للتلت الأوسط فما يقدرش يضغط على لوك شو هنا فيوفر مساحة التقدم بالكرة بالنسبة للوك شو سانشو هنا تحرك للخلف امشدد معا كون دي زي ما انت شايف هنا لقدام طب ايه فايدة كل الكلام ده كله هل تنهاج عايز يلعبها لعبة مركزية ولا لعبة مباشرة تنهاج فعلا كان قاصد في المبرانة يلعب لعبه مباشر بحت عكس أسلوبه أو فلسفته ابتدى يلعب اللعبة المباشرة من هنا من لوك شو خط تفع برشلونة كله عند الدايرة متقدم وابتدى يلعب على القراط المكشوفة وازي يتحرك من الجانب الأعمى بالنسبة للمدافعين برشلونة زي ما عندك راشفورد وسانشو هنا بيتحركوا من الجانب الأعمى بعد ما فريد شادد يونغ لتحت ونتيجة ضغط جوردي ألبا المتقدم في بداية اللعبة أصبح برونو فرناندس لعب حر هنا يقدر لوك شو بلعبة مباشرة كطرية يلعب هالو جوه المساحة الموضوع ده فضل يتكرر كتير لدرجة ان بادري كان بيسيب كازيمير عشان يضغط على فران بقى لان اللعبة دي تكررت لوك شو هنا في المساحة الواحدة ملاسيا شادد رافينيا زي ما انت شايف فمفرغ مساحة التقدم بنسبة لوك شو وعندك فرانك سي كمان كان بيرحل في الضغط برشلونة عايز يضغط عالي لكن لولا التمركزات اللي حاطتها تنهج في التلت الأخير خمس لعبة مسبتين لعبي برشلونة في مناطق معينة ده اللي كان بيخف من حد الضغط برشلونة في بداية المباراة زي ما انت شايف جوردي ألبا ابتدى يرجع مع برونو فرناندس هنا ففان بيساك أصبح لعب حر يقدر مانشستر يخرج بالكرة من خلاله خرج مانشستر بنفس القصة عند لوك شو برضو نفس قصة التمريرات القطرية أو التمريرات العمودية المباشرة في التحرقات من الجنب الأعمى بالنسبة لراشفورد هنا وجود فريد ويج هورست ما كانش في فكرة مهاجمة المساحة زي راشفورد وبرونو وسانشو لكن ايه الفكرة؟ الفكرة ان انا لو لعبت الكرة المباشرة من عند لوك شو تجاه راشفورد أو سانشو طيب ايه ان ادفع برشلونة ممكن يقرى اللعبة في اي وقت فبتبقى فيه مصادات هنا في العمكة هدفها انها تستقبل الكرة التانية والضغط العكسي فقدر اكسب الكرة التانية كمان بعد الكرة المباشرة عن طريق فريد وعن طريق ويج هورست وانا منشستر يقدر يكسب كورته في التلت الأخير طيب الموضوع بيتكرر راح جاف يواف قدام فران قال له بقى بص بقى انت مشتباسي فديخية اصبح هو اللعب الحر المتصرف بالكرة تحت الوقت والمساحة هنا عندك دي يونج وعندك كيسي في العمكة مع فريد ويج هورست في التلت الأوسط وعندك هنا مالاسيا شدد رافينيا والناحية التانية فان بيساكا شدد جوردي ألبا وبالتالي هنا ديخية هو اللي ليه التصرف بعد ما ليفاندوفسكي وجاف يوقفوا عند فران ولوك شو ومنعهم من تقدم الكرة طيب مالاسيا هنا بص أول ما بيستلم ديخية يتقدم للأمام عشان يسحب رافينيا الورا فيفرغ مساحة التقدم بتاعت لوك شو اللي احنا قلناها هنا طيب هل هنا فريد ينفع ينزل استلم في المساحة آه بنزل استلم وارا خطوط الضغط فتنهاج كان محضر نفسه لكم السياقات اللي ممكن يعملها برشلونة على مستوى الضغط فيقدر يطلع بالكرة تحت أي تصرف ولكن بأمور معينة محتاجة متخصصين فمسلا ديخية هيبتدي يلعب الكرة المباشرة هنا ناحية ويج هورست فكان حطت ويج هورست في التلت الأوسط ليه عشان لما يجي يلعب المباشرة يقدر يتفوق من خلاله في الكرة الأولى فيكسب الكرات التانية عن طريقة مركزات قريبة جدا بالنسبة لبرونو فرناندز وفريد فهنا كسب الكرات التانية طيب الموضوع بيتقرر ادي السلاسة اللي بيبني ادي الاتنين اللي قدامهم وادي فرانكي سي وديونج في الأمك في التلت الأوسط مع فريد ويج هورست ومش موجودين كاقطوط ضغط زي اللعيبة اللي موجودة في التلت الأخير فبرشيونة كان منعزل تماما في فكرة الضغط ادي فريد هنا ممكن ينزل في المساحة دخيه عن طريق تمرير المباشرة يقدر يوصل لفريد جوه المساحة هنا بس دخيه على طول ما كانش بيقدر يلعب بقدمه في الحتة دي كان يقدر يلعب الكرة المباشرة على طول ناحية ويج هورست اللي تنهاج كان بيحاول من خلاله يكسب الكرة الأولى وبرونو فرناندس بتمركز جانبي يقدر يكسب الكرة الثانية بعد ويج هورست على طول ادي هنا الخماسي المتمركز في التلت الأخير زي ما قلنا بالزبط نخلي ديونج وكيسي بعيد عن مناطق الضغط أصلا الضغط العلي اللي بيمارس وتشافي ففيه فرق ما بين خطوط برشيونة كبير قوي ادي هنا ليفاندوفسكي ابتدى يفهم فكرة فران فقفل ما مرر تمرير العمود دي عليه وبالتالي هنا دي خيه أكبر ان هو يمرر ليه لوكشو بشكل جانبي فلوكشو هنا هيبتدي ان هو يتقدم بالكرة وهتبتدي اللعبة المباشرة ادي هنا عندك ملاسيا بيشاول لوكشو قاله ايه العب في المساحة اللي احنا قلنا ان فريد ينفع ينزل من خلالها يستلم ما احنا قلنا نخطوط برشيونة مش بترحل بسبب تمركزات الخماسي في التلت الأوسط فقدر هنا سانشو ينزل يستلم الكرة العمودية من لوكشو ابتدى يكسب من خلاله الكرة التانية فريد اللي عليه دايرة خضرة وبالتالي هنا منشستر ادر يخرج بكرة عادي جدا مارس مرحلة التطوير ادي هنا فريد تمريرة بس سيكوترية يوصل برونو فرنانز اللعب حور لان جوردي ألبا كان بيضغط على فن بيساقة ايه تنهاج كان بيعاني من بطء الاقاع وبالتالي عبالما فريد عمل الحربة دي كان جوردي ألبا ادر يرتد وقدر ان هو يقطع الكرة فمشكلة بس تنهاج كان اقاع لعبة مش اكتر بالنسبة لأفراده ادي هنا شكل التلاتة على اتنين وادي جافي هنا بيرائف فران بالتالي هنا ادي المساحة اللي قلنا عليها وادي هنا دخية هو اللي ليه التصرف في مرحلة البناء ده طيب لفاندوفسكي امقف الممرض التمرير على لوكشو العب انت يا دخية بقى اللعبة المباشرة فده نظام التوجيه ماشي تشافي كان نجح فيه جدا ولكن كان فيه البلان بي او الخطة التانية ان نخية عادي لو تزنق فيبتدي ان هو يلعب المباشرة تجاه ويجهورست اللي ما انجحش بشكل كبير اوه بفكرة السنائيات وادي هنا فريد اللي هي الدايرة الصف رايدر يستلم من خلاله الكرة التانية وكمان راشفورد اللي بتحرك وراء من الجانب الاعمى بنسبة لخط الاخير نفس الفكرة ادي التلاتة اللي بيبنو ودي ديونج وكيسي في المرأبات السنائية بالنسبة لفريد ويجهورست في التلت الاوسط ودي المساحة بتاعت التقدم اللي بيطلع عليها لوكشوه طيب كرة مباشرة برضو من دخاية خلاص فران ابتدى يترائب برضو بص ويجهورست مع كيسي ابتدى وراه ستيلن برونو فرناندز الكرة التانية وبتدى يطلع ويجهورست في المساحة الفكرة التانية اللي اعتمد عليها تنهاجة لفكرة الظاهير العكسي بص هنا فان بيساكا فين؟ في العمق الظاهير مش على الخط الظاهير في العمق ده بيعمل تفوق مركزي يعني ايه؟ يعني بيطلع في المساحة وبيكون رجل حر وبيبتدي يعمل مشاكل في التلت الاخير ادي هنا فان بيساكا بيمرر ما بينه خطوط تمرير بينها الويجهورست اللي بتحرك في دار جوردي قلبا اللي كان مكلف بالضغط على برونو بيتحرك هنا في العمق هنا عشان يجذب انظار اراخول هو الظاهير الايمن فيفرغ لسانشو اولا ان يكون رجل حر تاني حاجة يفرغ المساحة بتاعت التقدم بالنسبة للعب فده التفوق المركزي بص الفران وصل فين؟ فتح لسانشو هنا موقف التفوق النوعي قدام رافينيا موقف واحد على واحد بتتكرر قدامك هو ادي هنا لوكشو بيستلم عنده مساحة للتقدم نتيجة موجود ومالاسيا في العمق كظاهير عكس يبتدى ياخد اراخول جوه وابتدى ان هو يفرغ لسانشو ان يكون اللعب الحر هنا يمرر له لوكشو ويدخل هنا يختارك سانشو وقدر يعمل عبدية راشفورد ما بين الخطوط وهنا لوكشو ممكن يعمل كمان الاندرلاب ويكمل في الهجمة ادي هنا فان بيساقف الشوت التاني يبتدي يطلع في المساحة ادي هنا بيكون رجل حر بيعمل تفوق مركزي ظاهير عكسي موجود في العمق يقدر يربط مع لعيب التلت الاخير يباصي لبرونو فرناندس موقف اتنين على واحد امام جوردي قلبة فيقدر يتحرك في ظهر جوردي قلبة عادي ويقدر يخلق فرصة للفريق هنا ودي فرصة اللي ضياعها سنشوف في الشوت التاني نفس الفكرة الفريق بيجمع لعب في جابها فالظاهير يكون عكسي في العمق يقدر يطلع من خلاله انا هنا فان بيساكا نفس الفكرة بص هنا بقى مالاسيا ابتدى يختارك الخط ويكسره ما بين كوندي وما بين اراخو وابتدى ان هو يكسر الخط وياخد التمرير المباشرة من فران دخل انفراد لكن الاسترامة بتاعته كانت غلط جدا وبالتالي راحت على مانشستر هجمة مهمة هنا الفكرة التالتة اللي اعتمد عليها تنهاج هي فكرة التحرقات من ظهر خطوط الدفاع بتاعت برشلونة وقرات المكشوفة برضو ادي هنا برونو فرنانس كان بينزل كصانع العام متأخر بيلعب الكرة البينية في ظهر يدفع برشلونة بالنسبة ادي هنا عندك سانشو وعندك راشفورد بيتحركه من الجانب الاعمى او ما بين خطوط برشلونة ادي هنا عندك مالاسيا ظهير عكسي في العمق وقلتلك ده بسبب انه بيكسب الكرة التانية او بيضغط بشكل عكسي فيقدر انه يخلي الكرة في التلت الاخير بالنسبة لفريقه ادي هنا نفس الفكرة برونو فرنانس دايما كانوا مستقصدين الجانب الاعمى بتاع جوردي قلبا فبرونو فرنانس كان بيتحرك من الجانب الاعمى بتاع قلبا ادي الرباع اللي بيهاجم مناطق برشلونة الاخيرة كل واحد ما بين خط معين وبالتالي كانوا بيقدروا يكسروا خطوط برشلونة اتلعبت عرضية وملحقاش هنا فريد وراحت فرسة على منشستر يونيتد بنفس الفكرة بالضبط كسافة عددية كبيرة اوي في ظهر ادفاع برشلونة خماسي في التلت الاخير اللي احنا شرحناه في مرحلة بناء اللعب وتمريدات مباشرة بينية في ظهر ادفاع برشلونة نفس الفكرة بالضبط سانشو وراشفورد هما اللي بتحركوا من الجانب العمياء بتاعت كوندي وتاعت اراخو وكان الخط مندفع جدا للامام فكان تنهاج بيستغل الفكرة دي ويلعب الكرات المباشرة في ظهرهم ادي هنا مالاسيا ابتدى يسحب اراخو فابتدى موقف اتنين على واحد راشفورد وسانشو على كوندي ابتدى سانشو ينزل استلم ما بين الخطوط هنا عادي من لوك شو وكانت كورة على الارض ما كانتش كورة مباشرة وابتدى مانشستر يونايتد يطور الهجمة الكسافة العددية دي كان بتعمل تثبيت لقلبين دفاع برشلونة عشان يتحرك هنا مثلا لعب زي فان بيساقة من الجانب الاعمى بالنسبة لجوردي ألبا فكانوا دايما مستقصدين الجانب الاعمى بتاع جوردي ألبا بعد تثبيت قلبين الدفاع عشان ما يعملوش ترحيل جوه المساحة وهنا يقدر يهاجم منطقة الجزاء تنهاج بتلات لعيبة واحد يتحرك على القائم البعيد زي وجهورست عشان يفرغ فكرة القاتباك روس او العرضية الخلفية للعب قادم من الخلف ادي هنا برونو فرناندس تمليه في دار الدفاع وجهورست يطلع راشفورد جوه المساحة وبرضو نفس الفكرة اللي هوك شوي يلعبها الراشفورد مباشرة ادي رباع اللي بيهاجم الخط الاخير بالنسبة لبرشلونة وبرضو كرات مباشرة في ظهر جوردي ألبا ميستقصده دايما الجانب الاعمى بتاعه ودينا وجهورست يتحرك على القائم البعيد ولعب جاي من خلف مواجم متأخر يستلم العرضية القاتباك فكان منشيستر نيتل بيخترق دفعات برشلونة بنفس الطريقة دي هادي هنا برون فرناندز نازل سحب مع جوردي ألبا فيتحرك ويجهورست في الجانب الاعمى بتاع جوردي ألبا في الممر الخارجي الايمن ويقدر ان هنا يستلم الكورة ننتقل الى تشافي والافكار تعال نشوف تشافي عمل ايه دايما تشافي بيحب يخلي رباعي في العمق يعمل ما بينه المربع اللي قدامك ده وبالتالي هنا عندك ديونج وفرانك سي في مناطق منخفضة عندك بدري وجافي في مناطق مرتفع فجافي مش جناح جافي بيبقى جناح عكسي او جناح كاذب بينزل عمق الملعب عشان جوردي ألبا ينطلق عموديا في الممر الخارجي طيب الفكرة دي خدمة تشافي ازاي منشستر ينايتد كان بيلعب بتلاتة وسط ملعب فريد ويجهورست وكازيميرو ده معنى ان فيه لاعب زيادة عند برشلونة في العمق ده معنى انه فرغ المساحة في الممر الخارجي فيقدر جوردي ألبا يندفع على الخط لان ماركوس ألونسو هنا مأمنه وراء لان برشلونة كان بيلعب اساسا في الاصل بتلات مدافعين بعد ما قرأهو يضم للعمق وبالتالي هنا جوردي ألبا عادي انه يسرح على الخط جوه المساحة وهنا فريد بيشاورلون بيقول لهم يا جدعان جوردي ألبا واقف على الخط هنا ومحدش مرأبو وخط الدفاع كمان متقدم تنهاج كان بيلعب بضغط أشبه بالمتوسط مع دفاع متقدم جدا عند الدايرة وبالتالي هنا سهل جدا جوردي ألبا انه هو يختارك في المساحات كازيميرو كان مكلف في نوراق بيدري عندك لوكشو كان مكلف في نوراق ليفندوفسكي مطرح مراح عادي جدا انه يتقدم الامام بالشكل ده فراني رحل وراء يأمن المساحة ده طبيعي وده معناه ان هنا فان بيساكا هو اللي هتحرك مع جافي في العمك ومعنى ان استدراك بيساكا هنا في العمك مع جافي ان الممر الخارجي مفتوح تماما لجوردي ألبا زي ما انت شايف هنا بيشاور بييده القندي بيقول له ايه لعب هالي كطرية مباشرة بلاش نلعب اللعب التمركزي طب هنا تنهاج راهن على ايه برفعة البلوك العالية دي راهن ان برشيونة هيلعب بأسلوبه هويته اللي هو اللعب التمركزي بما ان تشافي في الماتشاط المهمة لزي كده وهو لسه في البدايات مش هيغامر بأسلوب لعب تاني وده كان راهن تنهاج بفكرة رفعة البلوك اللي انت شايفها قدامك هنا وبالتالي هنا كان حل تشافي في الحوار كله ان هو يوصل بقرات مباشرة عن دي جوردي قلبا جوه المساحة وكان الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبة المراحل اللي اختراك بالنسبة لتشافي ويجهورست مع كسي فريد مع فرانك ديونج وبالتالي هنا جافي هنا ساحب بساكة في العمك كان هنا ارخوه قدر يفهم اللعبة ويلعب الكورة المباشرة ناحية جوردي قلبا اللي يقدر يستلم ويتدرج أو يتقدم في المساحة اللي قدامك دي كازيميرو مع بادري فريد مع فرانك ديونج وعندك ويجهورست مع كسي مين هنا اللاعب اللي ناقص عندك جافي اللي بيحرك بيساكة للعمك وادي جوردي قلبا تاني بيطلب الكورة وبيقول للكوندي يلعب هالي اللي عليه دايرة خضرة ده وبالتالي كانت لازم الكورة المباشرة تتلعب ناحية جوردي قلبا ويحصل على طول تحويل اللعب كوندي كان عظيم جدا في فكرة التمريرات العمودية مش بس هيوصل بشكل مباشرة عند جوردي قلبا ده كمان هيوصل للمهاجم الوهمي هنا اللي هو ليفندفسكي اللي هيقدر يستلم التمريرة القطرية هنا من كوندي هيبتدي ان هو يعمل الترن ويلف بالكورة ويقدر يوصل لجوردي قلبا هنا في المساحة بعد ما جافي يتحرك ما بين خط فانبي ساكا وفاران استدرجهم هنا للداخل وهنا جوردي قلبا ابتدى فعلا يختارك بالكورة وموقف كان خمسة على خمسة في النهاية بالنسبة لبرشلونة بنفس الفكرة ادي جافي هنا ما بين خطوط منشستر يونايتد هو يقدر بتمريرة قطرية يوصل هنا لجافي ما بين الخطوط ويقدر ان هو يوصل لمرحلة التلت الاخير تتلعب لرافينيا فين برونو فرناندس بقى نتيجة رفعة البلوك هو قدام جدا مش مرائب جوردي قلبا تتلعب من رافينيا الى جوردي قلبا وبشرونة يختارك مرة اخرى طيب هنا جافي هنا بص الداير السوداء اللي بتحرك وراء ويج هورست تخيل ويج هورست هنا انت تتحرك وراء خطوط الضغط وبالتالي هنا كان سهلا او ان جافي يتحرك في عمق الملعب كلاعب زائد وكلاعب بيحمل اللعب في العمق يقدر يتحرك وراء ويج هورست ما فيش مشكلة خالص ويقدر ان هو يطور اللعبة ويكون هو محور لعبة تشافي دايما ما بين خطوط الضغط بتاعت منشستر يونايتد البلوك نفسه كان مرتفع فاستلم هنا جوردي قلبا دخل عليه بيساقة اتحرك في نصف المساحة جافي وهنا برضو كانت مناطق الاختراك بالنسبة لبرشلونة نفس الفكرة ادي هنا مثلا فرانكن ديونج لما كان بيتطرف كان برونو فرناندس بيضغط عليه ضغط مباشر ده معنى ان فيه موقف اتنين على واحد ما بين جافي وجوردي ألبا على فان بيساقة بنفس الفكرة كوندي كان عظيم في التمريرات الكطرية كان قادر يوصل لجافي هنا اللعب الحر في ظهر خطوط الضغط بتاعت منشيستان يونيتل اللي كان بيضغط ضغط متوسط وبالتالي هنا برضو جافي يستلم نفس الفكرة ادي كوندي برضو بيلعب هنا والمرة دي تروح لجافي لعيبة برشلونة ابتدت تفهم فكرة اللعبة المباشرة دي هنا مسلا رافينيا تحرك ما بين لوكشو ما بين مالاسيا في حالة الترحيل وكوندي كان مميز في انه يرصد هنا تحرك رافينيا ويلعب اللعبة المباشرة ادي هنا كوندي برضو بيلعب اللعبة المباشرة تجاه جوردي ألبا اللي كان بيطلب الكرة اصلا من بداية المباراة فهي دي الفكرة جافي يساحب بيساكا في العنق وهنا يقدر مدفعين برشلونة انها اتمرر ناحية جوردي ألبا في المساحة دي هنا بروني في الناس بيقولهم يا جماعة جوردي ألبا جوردي ألبا لعب حر جدا ابتدى هنا ألونسو يلعب هالو جوا المساحة برشلونة ابتدى في اخر الشوت الاول تقريبا يلعب كورات مباشرة كتير قوي تجاه جوردي ألبا هنا في المساحة طيب هنا في النهاية خالص منشستر يونيت في حالة الضغط المنخفض كان كازيميرو بيعمل حاجة مهمة جدا انه هو يرجع ما بين الخط الاخير ويبقى معاهم وبالتالي هنا فران سهل انه هو يرحل مع جافيو في نصف المساحة فانصاف المساحات بتاعت مانشستر يونيت ما تتهاجمش نتيجة وجود لعب زائد اللي هو كازيميرو يكون في محل فران في العمق ويقدر هنا يكون في محطية الجزاء بيحمي فران ويعمل تخطية وقائية على اللعبة نفسها وفران هو اللي رائب جافيو في انصف المساحات فبرشلونة ما كانش بيقدر يهاجم نصف المساحة بتاعت مانشستر يونيت بص هنا فران يطلع عادي على جافي عشان كازيميرو موجود في محطية الجزاء عمل موقف تلاتة على تلاتة برشلونة كان بيعمل حاجة مهمة جدا مع تشافي اثناء الضغط المخفض بتاعت مانشستر يونيت حاجة اسمها رقابة الوقائية او دفاع الراحة عندك مثلا هنا ارخوه وانا معاي الكرة انا بدافع بحمي التحولات الهجومية اللي هممكن يعملها مانشستر يونيت لما هي قطع الكرة فهدي هنا ارخوه واقف مع سانشو كوندي واقف مع راشفورد في حالة الحيازة عشان حالة التحولات ما تتمش لمانشستر يونيت من الضغط المنخفض وبالتالي هنا بص فرانك ديونج وقدي ارخوه مصادات دايما موجودة يقدروا يضغطوا عكسيا يقدروا يدفعوا وقائيا ويقدروا انه هم ياخدوا الكورة نفسها من الثالث الاخير ويقدروا يحجموا المراحل بتاعت التحولات الهجومية من الضغط المنخفض بالنسبة لمنشستر يونيت عندك كوندي تحت هنا هو مع راشفورد حالة رقابة وقائية تنهاج بقى في الشوت التاني عمل حاجة عظيمة جدا قالك دلوقتي انا مش عارف اتحول هجوميا على برشلونة نتيجة ان انا بتضغط بشكل منخفض اولا تاني حاجة انا نص ملعبي مستباح جدا فقدريني يوصلوا الجافي نتيجة الضغط المتوسط او البلوك المرتفع شوية لكن بدون حد الضغط نزل الشوت التاني عملية تنهاج قالك ده انا هكسف الضغط اكتر هضغط عالي اكتر هدوس بالبلوك اكتر وخلي الحدة والشرصة بتاعت الدخط على حامل الكورة والخيارات القصيرة وده عشان احجم لعبة برشلونة في مرحلة التطوير انه يوصل للعب الحر ده رقم واحد وده رقم اتنين عشان اتحول هجوميا على برشلونة بقى لكن اتحول من اين اتحول هجوميا من التلت الاخير اصلا مش هستنى لما يضغطوني في التلت الاول بتاعي وابتدي اتحول من وراء وهو اصلا بيعمل عليا رقابة وقائية بالمدافعين بتوعه وبالتالي هنا ايه اللي هيحصل تنهاج هنا بص ضغط رجل لرجل عنيف برونو فرناندس بقى اصلا ضغط جوردي قلبا هنا ما بقاش عنده وقت ومساح انه يلعب تمريرة دقيقة عندك ويجي هورست في العمق مع كيسي عندك فريد مع ديونج وعندك سانشو مع كوندي وعندك هنا راشفورد مع ماركوس الونسو ضغط عالي عنيف جدا وشارس قدر هنا منشستر ينايتد ان هو يستخلص الكورة من التلت الاوسط من فران الى كازيميرو من كازيميرو الى فريد تحول هجومي عنيف جدا وكانت ماركوس راشفورد في الشوت التاني واضح جدا من تنهاج ان يكون في الجانب الاعمى عند الونسو عشان يقدر في التحولات الهجومية انه يقدر يختارك بنجاح وفعلا راشفورد ابتدى انه يتحرك من الجانب الاعمى بتاع الونسو ويسجل الهدف الاول لمنشستر ينايتد من منهج الضغط ده بص البلوك بتاع منشستر ينايتد بقى عالي ازاي ضغط رجل لرجل صريح جدا حتى راشفورد بيضغط على تيريش تيجن فران هنا هو اللي استلم جافي في العنق عشان فانبي ساكا يضغط على جوردي ألبا وبرونو يضغط على قلب الدفاع التاني مع سانشو وهنا مراقبة رجل لرجل حجمه وقته ومساحت اللعبة على برشلونة خالص في اللعبة المركزية بتاعته وابتدى برشلونة يضغط بالبلوك بتاع منشستر ينايت الدفل شوت التاني لدرجة ان ديونج يرجع ما بين قلب ان الدفاع عشان يخرج برشلونة بالكرة لأ فريد في وشه على طول بيضغط ضغطه مباشر تانهاج كان مفاهمهم فكرة الاستباق اول ما توصل لليفاندوفسكي هنا مباشرة فاران على طول يستبق على الكرة ويبدأ يخش المواجهة السنائية عمفه وضغطه وشراسة كبيرة جدا يقدر من خلالها فاران يكسب الكرة التانية كمان عندك هنا المصدات بتاعت منشستر نية الدوائر السفرة دي يقدر منشستر يهاجم الجهانب العميق بوس فريد يقدر يعمل تحول هجومي مع فتح عرض الملعب بالنسبة لبرشلون في مرحلة البناء وهنا التحول الهجومي يكون اشرص بكتير واختر راشفورد داخل مانطقية الجزاء وكان ممكن يحسم حاجة من اللقطة دي بص الفكرة وراء فرانك ديونج فريد بيضغط ضغطه مباشر سانشو قافل حتى ممر التمرير القصير على كوندي وهنا راشفورد فين متمركز وراء الونسو من الجانب الاعمى بحيس ان التحول الهجومي يحصل من التلت الاخير بعد ضغط صحيح جدا من مانشستر يقدر راشفورد يهاجم الجانب الاعمى بالنسبة لالونسو وبرضو مانشستر يتحول هجوميا هنا على برشلونة من التلت الاخير وفرصة خطيرة جدا لراشفورد نفس الفكرة ضغط على فرانك ديونج من فريد ادي الدوار الصفرة دي اللي هي المناطق القريبة دي خيارات التمرير القريبة بالنسبة للتحول الهجومي للمانشستر يونايتين راشفورد ضايع فرصة مهمة جدا المباراة كان فيها عنفان تيك تيكي مش طبيعي ناتجة التعادل دي مجرد نتيجة مش اكتر لان كم الافكار التيك تيكية اللي تقدمت فعلا مش طبيعية من السنائي ده مباراة كانت عظيمة جدا تحس انها كانت هربانة من دورة ابطال اوروبا بسبب عنفانها التيك تيكي اعتقد هنشوف مباراة عودة تاريخية وهيبقى فيها كم افكار تيك تيكية عظيمة هنتكلم فيها برضو ما تنساش تعمل سبسكرايب خلاص قربنا على عشر تلاف لو عجبتك الحلقة يعمل لايك وشير عايزين نوصل الحلقة دي لالفين لايك يلا دعمني اكتر عشان نقدر نعمل حلقات تيك تيكية بشكل اكبر الفترة اللي جاية شكرا لي جدا